خواصي الخواص مسكنه ما مسكنه هذا العصر مسكنه غير مسكنه من بطنه أثر غير دونه غير مسكنه غير يعني مسكنه هذا الأسد أين يسكن من مسكنه الأسد الذي هو دون دون يعني الحيبة التي يشعر بها كعب عندما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يقال بأنه من المسؤول هذه الحيبة أشد وأقوى من حيبة أسد ما هو هذا الأسد هو ليس ليس كل أسد ولما هو أسد خاص هو من خواصي الخواص من ليوس الأسد ما مسكنه مسكنه غير ما هو الغير أجمة غابة مسكن الأسد موضوع الأسد غير دونه غير يعني أجمة دونه أجمة يعني هذا الأسد يدخل في غابة وفي هذه الغابة غابة أخرى معنى ذلك أنه أسد متواحش جدا يعني بعيد عن الناس بعيد عن الناس لا يستعنس بالناس لأنه لو كان أسدا يرى الناس أحيانا هذا لا يخشى منه كثيرا أما الأسد الذي يعيش في غابة داخل غابة أشده هيبة ولذلك الملوغ دائما هكذا قصف داخل قصف هجاب وراه هجاب وراه هجاب على سكت ذلك كل شيء يكون بعيدا للناس يكون مهابا يكون مهابا ولكن إنما ينظر كثيرا ويتعوض عليه يبتثن يبتثن عليها كذلك قال لي أحدهما كذلك قال لا تتحدث مع طلابا في الأحيان قلت لبا ها حتى يحترموه قلتوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتحدث مع صحابتي وكيف يزورهم متى تحترم من الطلاب إنما تقدم لهم العلم الصحيح العلم الصحيح من ذلك فالكلب أفضل فيك عليس كذلك وانت لم تشرى شيئا كيف تحترم كيف تحترم كيف تحترم أنت وينكوت عبوسا الواجف في المجلس أنت تكلم أحدا لم تحترم لأنك تضيئ عليهم أوقاتهم تضيئ عليهم أوقاتهم درس ودرس ثاني بعد شهر يعني داخل في خدره من ليوث الأسدي هو من خواص الخواص هو أسد الأسود هو ليس الليوث مسكنه أين مسكنه غير دونه غير من ببطن أو من بطن من بطن عثر عثر هذا مكان معروف بأن الأسود كثيرة فيه هذا المكان يسمى عثر وهو ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف من بطن بطن بمعنى وادي يعني وادي عثر من بطن عثر غير دونه غير إذن قوله مسكنه مسكنه أين خبره مسكنه غير يعني مسكنه هذا الأسد غير أجمة غابة دونه غير يعني بعده غير وكل هذا أين يوجد من بطن عثر في مكان يسمى عثر هذا المكان معروف بالخصوص وإذا دخلت في هذا المكان تجد أجمة غابة وداخل الغابة غابة أخرى هناك يسكن هذا الأصل وهو سبحان الله في غاية الإرهاب يخيف يخيف ثم ماذا؟ يا أيها الناس ركزوا معك يغدون يعني يغدون يخرج صباحا يعني بعد الصلاة الفبس من الصلاة الفجل إلى طلوع الشمس هذا الوقت هذه الفترة تسمى غدوة يعني يغدون يعني هذا الأصل يخرج صباحا يعني يخرج صباحا يعني يخرج صباحا متبختلا يميس متبختلا في خيالاك في بطر لماذا؟ لأنه هو سيد الأجمة هو الشيخ المشايق هناك يغدو يخرج صباحا يغدو فيلحم ذرامين تقول لحمه يعني أعطاه لحم الذرام هو الأسد الكبير ولكن أطلقه على أسدين صغيرين باعتبار ما سيكون يعني هذا الأسد يخرج صباحا فيلحم ذرغمين يعني يعطي أسدين لحبا له ولدان يخرج صباحا حتى يقتنص صيدا حتى يستاذ صيدا هذا الصيد يقدمه لولدين هما ذرغمان يتعيمهما ولكن متى يخرج يخرج صباحا هو لا يأتي ليلة لأن في الليل سيقال بأن الأسد جاء ليلة ولذلك يتمكن من الفريسة ولكن هو يأتي في وضح النهار في وضح النهار النهار موجود وهو يخرج لا يخيفه شيء يأتي ليلة وفي روايات فيلحمه وهذا أيضا جائز فيلحمه أو فيلحمه درغمين يعني يعطي درغمين لحبا يطعمهما لحبا والدرغاء الأسد لماذا جاء بإثنين ليقول بأن هذا الأسد يسيد كثيرا لأنه لا يطعم درغاما واحدا وإنما يطعمه درغمين ولماذا لم يأتي بأكثر من ذلك لأن هذا أقصى ما يليده الأسد يمضو فيلحم الدرغمين أيها عيشهما يعني كوتهما الدرغمان لهم كوت يقتتان به ما هذا الكوت يقول عيشهما العيش هو ماذا الكوت ولكن العيش هو في الحقيقة الحياة تقول عاش عيشا الحياة ولكن بما أن القوت سبب للعيش إذن يتلق على القوت عيشا ونحن نقول هنا عيش عليهس كذلك نحن عيشهما يعني كوتهما لهم يعني كوتهما لهم من القوم من الرجال القوم الرجال يتلقوا القوم على نساء من الرجال لا حمود من القوم من الرجال من النقص وصموا قوما لأنهم يقومون بالدفاع على نفسهم إذن فيهم قوة لا حمود من القوم معفور خردين معفور يعني عفرة تقول عفرة الشيء يعفره أو تقول عفره يعفره يعني مرده يعني قلبه في التراب العفر ما هو العفر التراب يقول بأن هذا الأسد يخرج صباحا وإذا خرج صباحا يخرج ليستضر فريسة هذه الفريسة إذا افترسها الأسد افترشها وإذا افترشها مرغ الفريسة في التراب أسد جبار اللهم ولكن ليس من الحيوانات وإنما من الناس من الإنسان لماذا؟ لأن الإنسان هو أقوى الحيوانات إلى أنه حيوان ناطق هو عاقل ليس كذلك عشد الدفاع عن نفسه من كل حيوان ولكن مع كون الإنسان ذكيا ذا عقل ذاهلة مع ذلك فإن هذا الأسد لا يختار غيره ولا يأخذ فرضا واحدا وإنما من القوم جماعة ثم بعد أن يتمكن من هذه الجماعة يعفر لهمهم في التراب يمره هذه اللهم في التراب هذه اللهم هي التي يأخذها إلى إلى الدرغمين يأخذون وزن إلى الفعل المضارع كيف يصور المشق وكأن الآن نرى الأسد وقد خرج من عرينه من أجمة ثم دخل في أجمة أخرى ثم خرج إلى القوم وهم جمع غفير ومع ذلك استطاع أن يصور عليهم وأن يتمكن منهم ثم يبثل لهومهم في التراب من القوم معفور لحم من القوم معفور هذا نعط للحم يعني لحم معفور يعني ممرر مكلب في التراب خرادين يعني مقطع فجد كطعة كطعة لهومة كده إربل إربل يجعله كده هذا واضح كل هذا في مدى في وصفه الأسد الأسد هذا عذر إلى هيمة الأسد ووالله لم يترك شيئا يستطيع أن يصف حيبة هذا الأسد إلا أتى به الأسد في أجمة والأجمة في أجمة والأسد ليس إلى أنه ليس ليوث والأسد كذلك يقرأ صباحا يطعم درغمين درغمين ليس درغما واحدا وإنما يطعم درغمين واللحم المطعوم هو لحم من القوم ليس من لحم دجاجة لحم دجاجة يا مولا هذا حي يا مولا حية فقط تستطيع أن تتمكن من دجاجة وإنما هذا الأسد من القوم أيها ماذا قال بعد ذلك إذا يساور هذا الأسد إذا يساور ساور يعني واسبة إذا واسبة إذا واسبة إذا واسبة قرنا يعني مقاوما يعني شيئا في يكون كارينا له في شجاءته وفي بسالته تقول فلان كرن فلان ممن أكرنه يعني أنه مكاومه في مدف العلم وفي الشجاء مثله الأقرام تجد هذا في علم المصلاة الحديث كلام الأقرام بعضهم في بعض الأقرام هو كرن الله سيوته كرن سحاوي الكساء كرن للسيبوي ومن أيضا وهكذا كسير ولا كذا من أحل العلم أسعد وسيد أسعد وسيد معنه شرح قطبه وهكذا تفهمون هذا إذا واسب إذا يسابر إذا واسب خرنا يعني قرينا مقاوما مثله معنى ذلك أن هذا الأسر ليس جبال وأبدا لا يصارع ذئبا وإنما يواسب ويصارع أسدا يكون مثله في الشجاعة لأن شجاعتك تدرك عندما تصارع من يكون مثلك ولذلك من أحل العلم وعزين نصيها وأنت واحد يرد عليك وهو دونك وبالدون طلابك إياك أن تنشغل به إذا انشغلت به هذا يفيده ويعلم بأنه دونك ويعلم بأنه دونك والناس جميعا يعلمون بأنه دونك فأنت برد عليه أنت تكسبه شهرة يظن الرجل العلمة لأن الشجل انشغل به رأيت إجعل هذا الكلام دبرا أذنيك وكأنك لم تسمع شيئا لأنه دون ودون طلابك من يكون مثلك نعم ترد عليه ولكن من يكون دونك لا هو لم ينتهي من الآجرمية وهو يرد عليه فعلمت هذا هذه نصيحة كذلك والشعراء قديما كانوا يفعلون هذا الفرزة تجد زرم يرد عليه يهجوه سبه لا يباري به لا يباري به فالرجل بعد ذلك يصبح بفتوم يصبح بفتوم لأنه ينتظر ذلك يعني عندهما هذه السياسة يقولون بأنك إذا أردت الشهرة انظر إلى أحلى من الناس واستضي معهم من الناس وعندهما هذه السياسة هذه فكراته في الحياة هو يبحث عن المشاهير عن المشاهير ولذلك بعضهم عندما أرادوا أن يقتصلوا الشهرة ردوا على أحمد شوكي لأن أحمد شوكي كان أمير شعراء فبعضهم ردوا عليه بدأ يهاول أن يهدم ولكن أحمد شوكي لم يباري به لم يباري به ثم هم بفتهم بعد ذلك اعترفوا بأن كل مقاله من نقد لم يقل نقدر وأنهم قالوا ذلك في وقته الصبع وحكذا تفهم هذا يا مولانا هي النصيحة كذا لأن الحياة لا تقل من حاسد حاقت يتمنبل على الفراش بأنه سمع عنك خيرا فأتا لا تنشغل بمثل هذا لا تنشغل بمثل هذا فهمت هذا؟ يعني أنك أعلم بالشيخي أعلم بالشيخي أتحسكت يا وحكذا ماذا قال؟ إذا يساوروا كرنا لا يحل له أن يترك الكرنا حتى في العصر الحديث رجل هذا كثيرا منه من يرود على ابن حجر عسكراني أعطاه ابن حجر عسكراني في فتح البال وهو ليس محدثا ولا منشجلا بالحديث ولا منشجلا بالحديث لا أقول بأنهم محدث ليس منشجلا بالحديث عصر ولكن الصمعة والصيت الآن تعطوا ليس كذلك يرد على ابن حجر عسكراني على أمير المؤمنين في علم الحديث وأفضل كتاب بعد القرآن البخاري وأفضل شرح على البخاري فتح البال إذا هو لم يجد كرنا إلا من؟ إلى ابن حجر عسكراني رأس يحتصل الشهرة فقال سبحان الله رد لابن حجر عسكراني وتجد في ردود كلام سبحان الله كله تافر لا يوجد فيه علم أدنى علم لا يوجد حتى وإن كان شيكا مشايخ لا يوجد فيه علم ولكن الأقرار من الطلاب كلنا سؤال انتقد ابن حجر عسكراني إذا لابد من أن نشتري هذا تحكيب هذا تحكيب ليس تحكيب يا موتاني هذا تحكيب هذا تحكيب هذا تحكيب وحكب 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 تحرمون هذا؟ ولكن لماذا يفعلون هذا؟ يحسون أن الكبار دائما أنهم مع الكبار مع الكبار سيوط حاطب الليل حجة الإسلام الغزاري سبحان الله هذا غصة في حلوكهم غصة في حلوكهم ومع ذلك جميع خطبهم معخوصا من الإهياء جميع الخطبهم هي بطبوع انظر فيها إذا وجدت خطبة جميلة هي معخوصة من الإهياء ومع ذلك يقول الله بأنه لا يعرف الحديث حتى منه من يقول بأنه قرأ البخاري في آخر حياته يقول هجة الإسلام حتى وإن كتباً وأعرقون هذا الكلام أنا لا أصدقه أبداً هذا كلام لا يصدح أبداً حتى نعلم الصغار قرأنا البخاري فما بالك به هجة الإسلام إذا ما هي القراءة المقصودة هنا؟ لابد من أن تقول قراءة أخرى غير المتبادلة إلى الأذهان هذا هجة الإسلام يا شيك تق الله في علماء الإسلام هنا نحن إذا يساير قرناً لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو إلا هو مجدول لأن هذا الأسد له شريعة ما شريعة هذا الأسد؟ أنه عندما يقاوم يواسب يصارع قرناً لا يحل له أبداً لا يجوز لا يجوز له أبداً أن يترك هذا القرن إلا وهو مجدول أنه مرمي على الجدانة على الجدانة الأرض يعني إنما يصارع قرناً يتركه سريعاً مرمياً ملقاً على الأرض لا يستطيع غيره أن يصارعه لأن ما شريعته هذا الأسد؟ لأن ما شريعته هذا الأسد؟ لا يحل له أي ترك القرن إلا وهو مجدول تفهمون هذا؟ أيها؟ منه تظن صباع الجو ضامزة تقول ضامزة؟ يضمزه بمعنى سكت يسكت وقوله منه الضمير هنا يتعلق بضامزة يعني تظل تظل صباع الجو ضامزة منه يعني من هذا الأسد صباع الجو الجو البرية الجو كيف يقول الصحراء الغابة كل هذا يسمى جواً ويطلب جوا أيضاً على ما بين السماء والأرض إلى أنه ليس مقصوداً هنا يقصد هنا البرية يقول بأن الحيوانات الموجودة في البرية من السباع هذا جمع للسبوع والسبوع يطلب على الأسد وعلى غير الأسد ولكن إذا قلت السبع بالإسكان هذا هو العبد إنما هذا السبع يضم الباء يعني السباع الموجودة في البراري في الفيافي في الغابات كل هذه السباع تظل دامزة يعني ساكتة منه يعني من هذا الأسد إذا يقدم منه ومن هنا للتعليم يعني لأجله يعني على حيواناته موجودة في الغابة كلها ساكتة تراها منكمشة منزوية منطوية على نفسها لا تحرك ساكنا مخافة هذا الأسد إذا هو شيخ المشايخ في غابته لا يطاول ولا يطاق منه تظن السباع الجو ضامزة أعلم وَلَا تُمَشِّي بِوَاديهِ الْأَرَاجِيلُ وَلَا تُمَشِّي مَشَّى يُمَشِّي فَعَلَ يُفَاعِلُ وبمعنى مشى يمشي عيدن نفس المعنى تقول مشى زيدن إلى البيت تقول مشى زيدن إلى البيت تقول يمشي زيدن إلى البيت تقول يمشي زيدن إلى البيت نفس المعنى وَلَتُمَشِي بِوَاديهِ الْأَرَاجِيلِ الأراجيل جمعوا الأرجال والأرجال جمعوا للرجل واسمه جمع للرجل والراجل هو الذي يمشي على رجليه رأيت الكلمة كيف مرت بأطوار الأراجين جمع للأرجال والأرجال جمع للرجل اسمه جمع للراجل والراجل الذي يمشي على رجليه يقول فيه أيضا رجال تقول ذهبوا رجالا ذهبنا إلى المعرض رجالا ماذا ذهبنا إلى المعرض رجالا مشاتا على أقدامنا واذا يقول ذهبنا إلى المعرض نساء هذا الفعل الرجال هنا جمع للراجل يا مولاد حفظ هذا ليس لرجل جمع الرجل رجال وجمع الراجل رجالا أيضا السياق هو الذي يحسن ويجب أن يكون الراجل جمعا لرجل وهذا أبلغ وهذا أقوى وهذا أعرق في المعنى كيف يعني قال وَلَا تُمَشِّ بِوَاديهِ الْأَرَاجِينُ يعني هذا الأسد له وادي هذا الوادي تظل منه تظل الصباء الجود رميسة معنى ذلك أن الحيوانات كلها ساقطة في هذا الوادي وكذلك أيضا الرجال ولكن العلم يقصد هنا الرجال جمعا لرجل أو أراجل يكون جمعا لرجل أو يكون جمعا لرجل عيوما أقوى لأنه إذا كنا الأراجل بيعني جمع لرجل والراجل الذي يمشي على رجليه معنى ذلك أنه في هذا الوادي لا يمشي فيه المشاع إن الذين على أرجلهم لا يمشون في هذا الوادي أما الذين على القيون فيمشون إذا كنت على الخير تمشي أما إذا كنت راجلا فلا وهذا فيه ضعف أليس كذلك ولكن إذا كنت الرجال وقد سبق القوم هناك معنى ذلك عن أن الرجال مشاةً كانوا أو رجالا فإنهم يعني رجالاً كانوا أو خليالا فإنهم لا يمرون بهذا الوادي لأن تجد أحداً يمر بهذا الوادي هو ودي محجور والصباع الموجودة في هذا الوادي ساقطة هادئة من هيبة هذا العصد العصد مخيف جدا أرأيت هذا العصد؟ لكن سبيت أوصفة عليسك ذلك أيها ولا يزال بواديه أخو فكة ويأني ولا يزال أخو فكة أخو فكة يعني الوافق بنفسه تقولوا هو أخو سلاح يعني صاحب سلاح أخو شيء يعني صاحب ولا يزال بواديه أخو فكة ولا يزال بواديه أخو فكة ولا يزال أخو فكة بواديه يعني في وادي هذا الأصد لا يزال مطره 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 ماذا؟ البز البز السلاح يعني سلاحه مطره تقول طره يطره يعني رماه يرميه إذا أردت التخسير والمبالغة تقول طرحه إذا أخسر أطرح مطره هذا هذا الناعة لكونه أخو أخو فكة يعني ولا يزال أخو فكة مطره البز مطره البز يعني سلاحه مطره مرمي ملقا يعني رجل الشجاع إذا نظرت إلى هذا الوادي ستجد بأن سلاحه مرمي مطره مطره البز والدرسان الدرسان الخلقان الخلقان السياب البالية الممزقة مطره البز يعني سلاحه مطره والدرسان سيابه الخلقان البالية الممزقة كلها مطره كلها مطره أين بهذا الوادي أيها معقول ولا يزال أخو فكة ولا يزال أخو السكة كائنا بوادي مطره البز سلاحه مطره والدرسان سيابه الخلقان البالية مطره معقول الرجل أيضا معقول أكل أكل إذا نظرت بهذا الوادي لا تجد إلا سلاحا مرميا لا يباري به الأسر ودرسانا يعني سيابا بالية ممزقة لا يعبأ بها هذا الأسر أما لحمه وشحمه وعظمه فإنها كلها وصلت إلى ضمن هذا الأسر تفهمونا هذا جيدا هذا في وصف أي شيء رأيت الشاعر كيف يتنقل وصف اعتزال وبعد الاعتزال وصف هيبة المجلس وبعد وصف هيبة المجلس وصف الحيبة التي كان يشعر بها وهو يكلمه صلى الله عليه وسلم وأن هذه الحيبة فوق هيبة أسر ثم بدأ في وصف هذا الأسر كما فعله ذلك إنما وصف ماء أسنانها بدأ يصف الخم ثم انتخل إلى وصف الماء الذي موزجت به الخم جاء بأبيات لذلك عكس يبدأ أن تقطب الشعر وعند ناتا كانوا تجد هذا في شعر الناس اليوم تجد شعر كذا كله على النمة الواحدة لا تجد شعر تفهمنا عبدا في سياغة المعاني في الأخذ بالمعاني ولكن غزوا إلى شاعر كيف يتنقم كالنحلة كالنحلة في الظهور كالنحلة يمتص كيف يقول الرحيك الشحي ماذا يفعل؟ يمدو بريقة أسنانها يصف هذا الماء ثم يصف الخم لذاك أهيب عندي هذا تشبيه ضمنه يعني التشبيه ليس على صورة تشبيه المعروف يعني لم يأتي بمشبه ثم بأداة تشبيه ثم بمشبه به ولكن نجد مشبه ومشبه ولكن على الصورة غير المعروفة غير المعروفة يقول لذاك أهيب عندي من أي شيء؟ من خادر ثم يبدأ الآن في وصف هذا الخادر مسكنه كل ما سيذكره يقلعه على هذا الأسد يعني يضيف هيبة إلى هذا الأسد ليقول مع كل هذه الحيبة فإن هذه الحيبة دون حيبته صلى الله عليه وسلم في قلبه رأيت الحيبة؟ نعم وكان مع ذلك يمازيحهم ويقول لتلك المرأة إنك لا تدخل الجنة لأن الجنة لا يدخلها عجوز مع ذلك كان يبتسب وهكذا أنا مفهوم؟ فهمتم هذه المعانية؟ ألوناك إشكال؟ ألوناك إشكال؟ ألوناك إشكال؟ ألوناك إشكال؟ إن الرسول لنور يستدار به محلد من صيوف الهندي فقال له النبي قل من صيوف الله والشتان ما بين التركيبين صيوف الهند تعديل وتجور تنبو وتنفذ يعني تعديل هذه الصيوف تكون عادلة يعني تقطع في الحق وتجور قد تقطع في الجور في الظلم هذه الصيوف تنبو يعني ضريبة تجرب الصيف على على شيء ثم ترى بأن لصيف نبوى لكل صهري من نبوى هذا الصيف قد ينفذ يعني قد يقطع الضريبة ولكن أنزل إلى الصيف ثم الصيف هنا منصوب إلى الهند من صيوف الهند إذن هذا ليس قويا أنزل إلى قوله من صيوف الله الصيوف هنا منصوبة إلى الله مضافة إلى الله فاكتسبت التشريف من المضافي له لأن المضاف قد يكتسب التشريف من المضافي له وقد يكتسب التحقير من المضافي له تقول بيت الله تقول بيت الشيطان عليك كذلك هذا في المتح وذاك في القتح إذا كان من صيوف الله فهذا الصيف لا ينبو لا يجون ودائما نافذ ودائما عادل ولا يقطع إلا بأمر من الله ولا يغمض إلا بنهي من الله هذا هو الصيف إذا منصوب إلى الله هذا هو صيف الحق إن الرسول ونظر إلى هذا التحكيم ليس لأنه لأن النبي يشك في هذا أو أن الصحابة يشكون في هذا ولكن يريد أن يخرج المعنى مؤكدا مؤذرا مقوّا كما هو قوي في قلبه إن الرسول لا نور ونظر دائما يدعوه برسول وانبئت أن الرسول الله ععدني والعفو إن الرسول الله معمول حتى وضعته يأميني لا نازعه قبل ذلك حتى لا ظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول يعني تبير رسول مرة أخرى ثم يقول إن الرسول لنور لنور يستضاء به يمتدى بهذا النور مهند هذا النور مهند يلمنصوب إلى الهند وفي الرواية إن رسول لسيف إذن لسيف مهند يلمنصوب إلى الهند إلا أنه من سيوف الله إن كان حديد السيف من الهند فإن الحديد فإن قوة السيف من الله فإن قوة السيف من الله إن رسول النور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول تقول صلى السيف إذا أخرجه من غمده من قرابه تقول صلى السيف يصله السيف مسلول يعني مخرج من غمده لأن الرسول نور يستضاء به يعني يستنار بهذا النور يستضاء بهذا النور يهتدى بهذا النور هذا النور ليس مخفيا وإنما هو مسلول كل يرى هذا النور كل يرى هذا الصيف ليس مغمدا خرج من الغمد ينفذ أحكام الله ينفذ أحكام الله يقمع الظالمين يعدم الفجر يردع الكفر صيف مصدور من سيوف الله هذا واضح في فتية إن الرسول لنور إن الرسول في فتية يكون خبرا ثانيا أو يكون خبرا لمبتدر محظف هو في فتية في فتية من كريش الفتية جمع للفتعة والفتعة هو الكريم السخي وإن كان شيخا إنهم فتية آمنوا بربهم إن سمعنا فتنا دائما الفتية هم الذين يتصدرون دائما الرسالات مصدرة يتصدرها الفتية في فتية إن النبي في فتية في شبان في كرام في غاية السخار في الفتية وفي الرواية في عصبة والعصبة من العشرة إلى العربعين ولكن فتية أقوى الفطوة فيها قوة مرحلة مرحلة بين ضعفين بين ضعف الصبع وضعف الشيخوة مرحلة القوة مرحلة في فتية من قريش هؤلاء الفتية من قريش أفضل كبائل العرب أعظم كبائل العرب وهل المهاجر كانوا جميعا من قريش لا ولكن غلب قريشا لأن أثرهم من قريش في فتية من قريش قال قائلهم قال قائلهم ببطن مكة لما أسلامه زول ببطن مكة بوادي مكة ببطحاء مكة زولوا هاجروا انتقلوا ارتهلوا اذهبوا النبي في فتية هؤلاء الفتية من قريش قال قائلهم قال قائل هؤلاء الفتية قال الذي كان لسانهم كان ترجو مانا عنهم ماذا قال زولوا يعني هاجروا هاجروا مكة المكرمة إلى المدينة المنورة متى قال ذلك لما أسلاموا أين ببطن مكة يعني في وادي مكة المعنى واضحة المعنى واضح إذن زالوا إنما قال قائلهم بذلك من هو القاعد كلا حبزة وقيل عمر رضي الله عنهما وقيل النبي صلى الله عليه وسلم زالوا انتقلوا هاجروا ارتحلوا زعنوا إذن إنما انتقلوا عندما هاجروا كيف كانوا عندما كانوا مهاجرين زالوا فما زال أنكاس ولا كشف الأنكاس جمع للنكس والنكس هو الرجل الضعيف المهين الرجل الضعيف المهين يسمى نكسا والنكس ما جمعه أنكاس النكس جمعه أنكاس والنكس هو الرجل الضعيف المهين إذن هؤلاء هاجروا زالوا فما زال أنكاس فما انتقل فما هاجر رجال ضعاف إذن إنما هاجروا كيف كانوا عقويا لم يكونوا ضعافا فما زال أنكاس ولا كسف كسف جمعوا بالأخشف والأخشف هو الرجل الذي لا يحمل ترسا في الحرب تعرفنا الترس الصفحة اللوغة الذي يتوقع به السيف في الحرب يده صفحة اللوغة تتوقع به الصيوف يجعل اللوغة حتى إذا جاء الرمح وشن يضرم هذا اللوغ هذا الحديد حتى لا يصيبه يسمى ترسا الذي يذهب إلى الحرب وليس معه ترس كيف يسمى يسمى أخشف ما جمعوهم كسف زالوا فما زال أنكاس ولا كسف عند اللقاع يعني عند اللقاع يعني عند الحرب ولا مين هذا جمعو للأميل ما هو الأميل الذي لا يصبط على الفرس لا يجيل ركوبة الفرس الذي يسمى أميل إذا امتطو الفرس للحرب تره يسقط هو لا يصبط عبدا رجل ضائف جدا أو لا خبرة لهم بالماذا بالفرس بالفرس ليس الفرس بالفرس لا يجيل الفرس فإذا بالفرس يرميه والأميل أيضا يطلق على الذي لا يحمل صيفا إذن عندما هاجروا لم يهاجروا وهم وهم آدعاف ولم يهاجروا وهم بلا ترس ولم يهاجروا وهم لا يحملون سيفا وهم لا يجيدون أيضا ركوبة الخيون إذن نصبط عبدال هذه الصفات إذن هو بان بماذا بالتخلية قبل التخلية هو ينفي الصفات الزميمة ثم سيصبت الصفات الحميدة معزين جمع للمعزان ما هو المعزان هو الأعزل ما هو الأعزل الذي لا يملك رمحا هو في الحرب بلا رمح رماح للمعنى ذلك عندما هاجروا كانوا يحملون رماحا ما المقصود من ذلك يريد أن يقول بأنهم إنما هاجروا لم يهاجروا لأنهم ضعاف لأنهم لا حول له لا قوة لا كان يمكنهم أن يثبتوا أمام الكفار في مك ولا في النوم هاجروا لأن الله طلب منه الهجر فعلمنا هذا إذن عين النبي عليه الصلاة والسلام عين هذه الأبيات هو في المدينة في المسجد وهولهم الأمصار والمهاجرون وصف النبي ووصف المهاجرين بهذه الأوصار هولهم بنوا جلدته يصفهم بهذه الأوصار والنبي كان ينظر إلى صاحبته معجبا بهم معجبا به شم العرانيين شم جمع للأشم الأشم هو الرجل العظيم الأبي وهو من الشمم وهو اعتفاع قصبة الألف ولكن الرجل العظيم الذي يقول ذا نخوة تروى كذا يرفع قصبة أنفه وهو كناته عن العلوم عن الشرف عن العظم عن الكرم شم العرانين العرانين جمع بالعرنين والعرنين الأنف شم العرانين شم الألوف ألوفهم فيها شمم فيها اعتفاع وهم يحصدون بذلك هذا يكون كناية ما هذا عن الشرف وعن النخوة وعن العظم هم شم هذا خبر مبتدى محزف هم شم العرانين أبطال هم أبطال جمع جمع البطل وسمي بطلا لأن الدماء تبطل عنده إذا قتل قتيلا لا يمكن لصاحب القتيل أن يسعر منه لأنه رجل عظيم جدا فتبطل عنده الدماء أو سمي بطلا لأنه تبطل عنده الهيان أنت لا تدري كيف تسل إليه لا تعرف مقتل أبطال هم أبطال أيها لبوسهم لبوسهم يعني ما يلبسونهم لبوسهم لباسهم سرابين هذا هو الخبر سرابين جمع للسربال والسربال هو الدر ما يلبس في الحرب يسمى سربالا ويجمع على السرابين لبوسهم يعني ما يلبسونه دروع دروع يعني السرابين دروع من نسدي داود أليس كذلك من نسدي داود يعني من منسوج داود أنا أقدم وأخير على حسب التفسير تفهمون هذا لا أقول بأن تقرأ على بيات كذلك وأنتم الحمد لله إن شاء الله من نسج داود يعني من منسوج داود على مصدر بمعنى اسم مفعول من منسوج داود يعني لبوسهم لأن داود عليه الصلاة والسلام هو الذي ألهم نسد الحديد فنسجهم ما يلبسونه في الحرب هو منسوج من منسوجات داود لأنه أصحاب نبي إذن المنسوجات التي يلبسونها من منسوجات نبي آخر رأيت إذن هم عقويا الأوصفة التي نفاهوا ذلك يثبت نقائضها الآن يثبت أضنادها من نسج داود في الحجاء في الحرب لبوسهم في الحجاء سرابير من نسج داود حال كونه حال كونها من نسج داود ألا واضح معنى ذلك أنه أقويا جدا أقويا وأبطوع إذن قد يقول القائد لك لا يصفهم بالشجاع وبالبسالة لماذا لا يصفهم بأنهم يحملون دروعا لماذا يحملون سلاح إذا كانوا شجاعا تكون ليس من الشجاعة أن يتغل الشجاعة السلاح تركوا السلاح من الشجاعة هذا خرق تعرفون خرق همك الشجاعة فضيلة بين رزيلتين الجبن وتهور فضيلة بين رزيلتين الجبن وتهور تعرف الجبن الخوف التهور أن تلخي بيدك إلى تحنك يخرج للحرب دون سلاح هذا متحور الشجاعة الشجاعة أن تقدم حيث ترى الإقدام عزما وأن تهجم حيث ترى الإهجام حسما أن تقدم حيث ترى الإقدام عزما ترى الإقدام عزيمة وأن تحجم وأن تتعخر حيث ترى الإهجام حسما ترى ذلك زكاء ترى ذلك زكاء تفهمون هذا أيها بيض يعني هذه السرابيل بيض يعني هي براقة مجلوة لا تجد صدا يعنو هذه السرابيل الدروعة التي تلبس في الحرب إن كانت تلبس كثيرا فإنها فإن لها لا تجد عليها صدا صدا لا تجد عليها صدا ولكن إذا هجرت وتركت طويلا فإنها تصدر يعني ترى صدا يعنوها إذا عندما يقول بيض هذا ناعة للسرابيل معنى ذلك أن هذه السرابيل بيض هذا جمع للأبيض هذه السرابيل بيض إذا كانت بيض إذا معنى ذلك أنها تلبس كثيرا معنى ذلك أنهم دائما يخوضون الحروب دائما من حرب لأخرى من وضل إلى آخر بيض سوابئ جمع السامغة طويلة طويلة يعني هذه السرابيل طويلة تامة تسطر الجسد كله بيض سوابه قد شكت أدخلت حلقة في حلقة تعرفنا الحلقة؟ الحلقة جمعها هلق أو حلقة تقوم شك شك يعني أدخله في غيره اللباس من الحديد على اللباس ستديد حديدا كذا يستدير دائرة من الحديد دائرة من الحديد مرتبطة بدائرة أخرى من الحديد ثم يدخلون المسمار بين كل من الحديدين تفهمنا هذا؟ كل حديد استدار يسمى حلقة كل شيء استدار من الناس أو من الحديد يسمى حلقة إذن اللباس من الحديد تديد حديدا استدارا مستدارا هذا الحديد المستدار يكون ملتصقا بحديد آخر هو أيضا في الدائرة ويربط بينهما مسمار يربط بينهما مسمار إذن ادخلوا حديد في حديد هذا يسمى شكا شكت يعني أدخلت حلقة في حلقة أدخلت حلقة في حلقة كل حلقة مرتبطة بأخرى بيد ثوالب قد شكت يعني هذه السرابيل شكت يعني أدخلها حلقها بعضها في بعض إذن في شكت دمير مستطر يرجو إلى أين إلى السرابيل أو نقول قد شكت لها حلق ولكن الهلق نائب الفاعل لشكت يعجز ذلك وهلق جمع للحلقة والحلقة كل ما استدار من حديد والناس الناس في حلقة الناس في حلقة فهمت؟ ولحديد المستدار تسمى أيضا حلقة قد شكت لها حلق يعني أدخل لها حلق تجد حلق في بعض أيها قد شكت لها حلق أيها كأنها كأن هذه الحلق حلق القفعاء والقفعاء شجر ينبسط على وجه الأرض هو يشبه حلق الحديد تماما تجد حلق في ماذا في هذه الشجرة هي منبسط على وجه الأرض في حلقات بعضها داخل في بعض منبسط على وجه الأرض تفهمنا هذا؟ إذن هذه الهنك التي يلبسها هؤلاء الشجعان هؤلاء البواسر تشبه هنك القفعاء والقفعاء شجر ينبسط على وجه الأرض يشبه به الدر يشبه به حلق الدر مفهوم؟ أيها مجدول مطكم مطقن مطكم ومطقن وجيدة الصنعة أيها لا يفرهون هؤلاء الصحابة لا يفرهون لا يفرهون إذا نالت رماههم رماههم إذا نالت عضوا لا يفرهون لماذا؟ لأن الفره يدل على أن الرما لا تنال كثيرا متى يفره الإنسان بشيء؟ إنما يقول شيء غريبا أليس كذلك؟ هو دائما يرسم إذا رأيته يخرج من الكنترول مبتسما ضاهكا ماذا تقول؟ النجاح ولكن الرجل دائما متفوق يقول من ذلك عادي عادي رواة جارو يقول ربما رسم في علي السلام لا لم أراه مصرورة لا النجاح عادي له هو لا يبتسر بهذا هو يا ربي أنه عادي أصدر لكن متى متى يهرول ويصرخ عندما يكون غريبا وكان يتوقع الرسول في هذه السلام لأنه لم يزاكر لا يزاكر لا يزاكر ولكن نجاح بفضل نجاح بفضل كان يتوقع أش أش رموان ونجاح بنقول ترس عيلا جدا والله هذا لم يزاكر والله هو بنفسي يقول هذا ولكن إذا كان دائما متفوقا يقول هذا قريبا عليه هؤلاء الصحابة كذلك رماههم رماههم دائما تصيب تراهم في شدة الزكاة يجدون الرماية إنما يرمون عضوا فإنهم يصيبونه إذا إذا أصابوا العضو هل يفرهون بذلك لا لأن هذا من عادتهم شنشنة فيهم عيديهم مستقيما لا يفرهون إذا نالت رماههم قوما وليس مجازيعا إذا نيلوا مجازيعا جمع للمجزاع والمجزاع صيقة مبالغة من جزع تقول جزع عند المصيبة متى يقول جزع عند المصيبة إذا لم يصبر على المصيبة لم يصبر على المصيبة تقول فيه جزع يعني المجل يكون في النساء لا في الرجال الرجل يقول قلبه جدا سلدا المصيبة هذه تتكسر عليه فإن هذا خصوصا وهو طالب يرى أمورا كثيرة لابد من أن يصبر عليه طالب يزداد صبرا العلم لا ينال إلا بزكايا وحرص واستبار وبرغات وإرشاد أستاذ وطول الزمان إرشاد أستاذ ما أقوله لك الآن استبار صبر تصبر على الغربة فهمت هذا تصبر على الابتلاءات تصبر على الأخبار من هناك تصبر على عدم الزواج عليز كذلك اصبر على هذا ركز على العلم العلم الغيور لا يقبل أن تجمع بينه وبين غيره غير جدا فيه غير ركز على العلم يا مولان لما تحصل العلم تتمكن عندك ملكة في علوم كثيرة تزوج ولكن لم تتكن شيئا إذا فايدة به يتزوج فهمت هذا إذا هموم ألا هموم يضطر إلى أن يترك الدراسة رأينا هذا كثيرا ولكن اصبر وركز للعلم إذا ركزت للعلم لن يدور بخلدك شيء من هذه الأمور الدنيوية متى يأتي هذا متى تأتي الوساويس في الفراغ الفراغ مفسدة ولكن تغلب دائما يزاكر دائما معك مسألة هي مشغلة لك هل ستفكر في الدنيا ماذا تفكر في هذه الأمور هل تجرب نفسك في أربط الامتهالات هل تفكر في الدنيا لا ماذا تركيز بداية الامتيالات ومتى تعطي هذه الوساويس بعد الامتيالات هو على الفراغ لا يزاكر يا موضة فأنت هذا يصبر على كذا ركز على العلم اتقن علوم على العقال اتقن خمسة من العلوم تتقن تستطيع أن تقرأ موتونها وشروحها وشروحها وبعد ذلك لك أنت نفاتها للدنيا فعلمت هذا ولكن قبل أن تتقن شيئا لا يصبر حيضا حين تحق لكن يقول وفق للأخ جميع وليس مجازيا إذا نيب يعني هؤل أحي الصحابة إذا أصيب ليسوا مجازيع يعني إذا أصابتهم الرماء لا ترى فيهم جزعا لا ترى فيهم جزعا هناك كتاب يسمى العلماء العزاء الذين آثاروا العلم على الزواج كتاب رائع جدا رائع جدا يعني يعني لطالب أن يشري هذا الكتاب وأن يقرأه على برسل تفهمون هذا نصيحة غالية صح حق لتحول بيننا وبين الدراسة فهمت هذا؟ إذا بدأت كيف كان الخلافات بينما يكون بأن النص وأن السبب ومن من يكون الرجال وأن السبب إصبر على كذا إذا جاءت الزواجة تكون عونا لك ولذلك وأن تتزوج من تكون على دينك تكون حافظة لكتاب الله متدينة صالحة قالتة زرية طيبة عيسى كذلك طيبون لطيبات عيسى كذلك وفقنا الله جميعا وليس مجازيعا إذا نيلوا هم إذا نالخ رماه هم لا يفرحون وإذا نيلوا لا يجزعون لا تجد فيهم جزعا ولا قولة يصبرون يعلمون بأن الحرب سجان دون دون بين الفريقين يوم لنا ويوم علينا يوم نصر ويوم نساء أيها يمشون هؤلاء الصهابة يمشون مشي الجمال جمع للجبل يمشون كالجبل يمشون مشيا يشبه مشي الجمال الزهوري جمع للأزهر والأزهر الأبيض الجمال البيض يمشون مشيها معنى ذلك أنهم يمشون في وقاع وسكين وبدون ترى فيهم ترى فيهم ابتساما ترى فيهم طلاقة وجه أيها يعصمهم ضرب ما من يعصمهم ضرب يحفظهم ويحميهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل عرّد عرّد فر وأعرّد السود جمع للأسود والتنابيل جمع للتنبال وتنبال هو القصير ما معنى هذا يقول بأنها أولئي السهارة يمشون في وقار وسكين مشي الجمال في الدخامة وفي السكين هذا الجمال زهر يعني بيض يحفظهم ضرب يعني ضرب يقول السببا في هفزهم ضرب الشديد معنى ذلك أنهم يضربون أعداءهم فهذا الضرب يحفظهم متى إذا عرّد إذا فر سود تنابيل إذا فر إذا عرّد السود تنابيل السود جمع للأسود يعني الرجل الأسود التنابيل جمع للتنبال القصير إذا فر هم يصبتون معنى ذلك أنهم ليسوا كسارا وإنما هم طوان معنى ذلك أنهم دخام كباء ليسوا نحافا فيهم طلاقة وجد فيهم كرم فكنا بذلك المذا بالبيض فكنا عن ذلك بالبيض بالزهر تفهمونا هذا البيت مفهوم ماذا لا يكوا الطعن إلا في نهورهم الطعن هذا لا يكوا إلا في النهور جمع للنهر النهر هو موضع النهر موضع الزبش الطعن الطعن إذا رأيت واحدة منهم وقع صريعا قتل استشهد ستجد أن الطعن في نحره ليس في ظهره متى يكون الطعن في ظهر؟ إن الفرار إن تولي من الزحف هذا كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر أو لا يصبتون الرماء تكوا في نهورهم لا يكوا طعن إلا ونظر إلى أسلوب القصر إلا في نهورهم طعن أيها وما لهم عن هياض الموت تهليل تقول حلل يعني فر نقص تأخر هياض جمع للحوض هو مجتمع الماء المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى هعوضا إذا جعل للموت هياض هؤلاء الصحابة يحبون جدا هذه الهياض يريدونها ورودا هم عطواش هم عطواش إلى هذه الهياض هي هياض الموت لا يفرون عبدا من الموت عبدا كراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت دانو في لسبب ذلك دانو عزي الله اليوم أو لا لا يحبون الموت حبا والله الموت هي دولة حلوة الشراب اللذيذ ترون عطواش يتحافتون على الموت على هياض الموت أيها وما لهم عن هياض الموت تهليل يعني وما لهم تهليل تأخير تعخر فرار نكوص عن هياض الموت عن معنى مفروم لهذا نكون قد انتهينا من بان السعاد نسأل الله ان يجعل هذا الشر في ميزان حسنات والدين ومشائحنا وان يفتح علينا جميع الفتوه العارفين انه على كل شيء قدير وبالاجابة الجديدة وقبل ان نطوي القصيدة نلقي ضوءا خافتا ربما ينير ما أظلم من مواضع الشر أو ما قد نكون نسيناه نسيناه فعندما هذا قد تجلس هكذا تريد ان تقول هذا للطالب ولكن بسؤال السائل هكذا أو برنة محمول هكذا والحمد لله الناس مورى الناس هنا الحمد لله كبيرة من الكبائر أليس كذلك مجلس العلم إذن هذا هو كعب وهذه هي قصيدته سنهاولا نلخص القصيدة وأن نشير إشارات سريعة إلى بعض المواضع في هذه القصيدة انظر إلى القصيدة يستفضهها كعب بالنسيب والنسيب هو الغزل وقلنا بأن الغزل يشمل أمورا أربع حديث عن المهب وحديث عن المحبوب وحديث عما يجري بينهما من وصد وقطع وصلوى وشقوى ووفاء وإخلاف وحديث عن الوشاة عن الوشاة والرقباء والعزال الغزل إذا جاء كاملا مستوفي الأركان نجده يجر وراءه هذه الأمور الأربع وسنجد أن كعبا جمى هذه الأمور في هذه القصيدة حدثنا عن المهب والمهب هنا هو كعب ولكن حديثه عن المهب جاء في بيت واحد وهو قوله بان السعاد فقلب اليوم مغبور متيم إثرها لم يفد مغبور هذا البيت كان حديثا كان شرحا لحالة كعب فهو في هذا البيت يقول بأن السعادة بانت فارقت فبدأ القصيدة بهذه الجملة ورتب عليها ما انعقس عليه ما ترتب على الفراق إذا قلبه مغبور ومغبور مسقم مريض وصف هذا القلب صار عبدا مستعبدا لم يجد فداء ينقذه من هذا العصر هذا القلب ليس أسيرا فحص بل إنه وضعت عليه الكبور وضعت عليه الكبور إذا ويختار كلمة القلب فيحسن اختيار النفس لأن القلب سمي قلبا بأنه يتقلم قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلمها كيف يشاء إذا عندما يختار كلمة القلب يكون الاختيار اختيارا حسنا لماذا لأنه قال فقلبي اليوم اليوم هذا الظرف الظرف لماذا لمتبور ولكن لماذا قدم اليوم ليقول بأن قلبه صار مقبولا في هذا اليوم فقط ليس قبل هذا اليوم إذا القلب هذا تقلم كان يصبر لماذا لأنه كانت كان يعذي نفسه بأنه سينال شيئا من سعاد ما دامت قاطنة مكيمة ولكنها الآن شتت الرحاب وضعنت إذا القلب صار مكبولا مصقبا مريضا إذا هو يحسن اختيار الأنفارس اختار كلمة القلب لم يأتي بكلمة الفعال ولا بكلمة العقل هذا مفهوم ثم نجد الأخبار بالاستعاد فقلب اليوم مكبول خبر أولا متيم خبر ثاني لم يفدى خبر ثالث مكبول خبر الرابع كل هذا لهذا البيت بان السؤال الفع للسببية وللعقص والفع تفيد الترتيب دون مهنة بان السؤال فبمجرد بينناتها بينها فراقها قلبي صار مطبولا لم ينتظر القلب إظلامه الليل لأن الهبومة تتكاثف في الليل أليس كذلك ونحب مجرد أن بانت وبانت صباها غداة البيل القلب صار مطبولا إذن هنا تحدث عن نفسه عن المهيب ثم يتحدث عن المحبوب والحديث عن المحبوب يشمل الصفات الهسية والصفات المعنوية إذن في الصفات الهسية سنجب أن الشاعر يحدثنا بمواضع الجمال بمواضع الفتنة التي افتتنته بالمواضع بالمواضع التي جعلته مقبولا مقبولا متيما فيأتي بهذا البيت حيفاه مقبلة عجزاء مذبرة لا يشتقى قصر منها ولا طول وشرانا هذا البيت وقلنا بأن الكبار شرو هذا البيت وأنا لست بشيء أمامه فكيف أنوي لساني عن هذا البيت زهدا في ماذا في الغذل وإظهارا للتقوى وللورع لا لا البيت ليس فيها أي شيء أصلا هيفاه مقبلة فيصف هذه المرأة بماذا بأنها هيفاء فيأتي بالصفات المحمودة في المرأة عند العرق لأن الصفات التي سيقلعها عليها هي الصفات المحمودة الصفات التي تبرر جنونه بها هويامه بها هيفاء هي هيفاء بطنها ضامر خصرها دقيق متى هيفاء مقبلة عندما تخبر عجزاء مذبرة عجزتها عجزتها مذبرة كبيرة عجزتها كبيرة متى إنما تدبر ولكن هل هاتان الصفتان تفارك عليها في غير الإقبال والإدبار لا ولكن يريد أن يقول بأن هذه الصفات تظهر بقوة عند الإقبال وعند الإدبار فوصفها مقبلة ووصفها مدبرة لا يشتك قصر منها ولا طول فيصف الآن الطول لا يشتك يعني الناظر إليها زوجها لا يشتك قصر فيها لا يقوم بأنها قصيرة جدا ولا طول لا يشك منها إذن طولا بأنها طويلة جدا هي بين بين وخير الأمور أوساتها هي الربعة إذن وصفها طولا ووصفها أرضا وصفها من فرع شعرها إلى أخمص قدميها ثم بعد هذا ماذا يقول وما سؤاد غنات البين إذ رحموا إلا أغنوا غضيض الترف مقهون سؤاد هذه عندما فارقت في الصبيحة البين ليست إلا ظبيا هذا ظب أغن هذا ظب غضيض الترف مقهون إذن عندما فارق الصغار غادة البين لم تفارق مرعة وإنما فارق ظبي وما الصغار غادة البين إذ رحلوا التشبيه هنا تشبيه بليم حذف أعدات التشبيه وحذف وجه الشبع أين وجه الشبع كنا بأن وجه الشبع هنا النفور وليس الغن وليس غض البصر وليس الكهر ولا الكهل وفرقنا بين الكهر والكهل وقلنا بأن الكهل هذا يكون خلقة سواد يعلو منابت شعر الأجفال خلقة أما الكهل هذا يكون أن تصنع هذا يكون تصنعا تستخدم المرأة الإسمية في ماذا؟ في تصوير الأجفال ولذلك يكون ليس التكاحل كالكحل ليس التكاحل في العينين كالكحل إذن كنا الشبعها سعادة بأي شي بالظب في أي شي أين وجه الشبع هل نقول بأنه واجه الشبع هو غض البصر الغنة هو صوت لذيذ يخرج من الخيشون معنى ذلك أن صوت هذه المرأة صوت جميل جدا وهذا صوت يزيده فتنة وغضيد البصر في أجفالها فطور وقصور خلقة كعنها لا تنظر ويتنظر تريد فطورنا وهم يستحسنون هذا في المرأة مقهول تجد كهلا في العينين سواهلا في العينين وهذا يزيد الأشفال جمالا على الجمال أين وجه الشبع النفو لماذا لم يقل بأن وجه الشبع هو الغنة هو غض البصر هو لماذا لم نقل بذلك لأنه قال وما سواهد غداة بين يعني غداة بين يعني في الصبيحة البين إلا أغن يعني إلا زبي أغن إذن إذا كون بأن وجه الشبع هو الغنة إذن معنى ذلك أن السواهد بها غنة وبها غض البصر وبها كهل أو كهل غداة بين إذن أقولك كيد أما في غير هذا الوقت فلا غنة ولا غض بصر ولا ولا كهل ولا كهل إذن هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف إذن أين وجهه شبع؟ النفور ما هو النفور؟ الشروط ما هو الشروط؟ الشروط الفرار، الهروب، الذهاب إذن من أين أعطينا بوجه الشبع؟ أعطينا من وجه الشبع لأن الزبيا يوصف بالنفور الزبي مجرد أن يراه تراه نافراً شارداً هارباً والثاني عنه قال غدات البين فغدات البين هذا القيد يشير إلى وجه الشبع لأن البين يدلها ماذا؟ على الفرار على الفراق إذن الوجه الشبع هو ماذا؟ النفور إذن إذا كان وجه الشبع هو النفور لماذا ذكر الشاعر الغنة وغضى البصر والكهل؟ ذكر هذه الصفات ليكون بأن هذه الصفات هي التي تنظي قلبه هي التي تحبني قلبه هي التي تمزك قلبه الغنة وماذا؟ وغضى البصر وماذا؟ والكهل هذا مفهوم؟ إذن بعد ذلك بدأت تجلو عوارض ذي ظلم بعد أن وصفها كاملة بدأ الآن يركز على قضو من أعضائها على موضع من مواضع جسمها ما هو الرأس؟ هو أعظم في رأس الفم إن الحبيب فيقول تجلو عوارض ذي ظلم ويطلق ذلك على الظواهق على الأسنان التي تظهر عند الظواهق إذن إذا كنا العوارض معناها الأسنان إذن نقول عوارض ثغر زي ظلم إذن نفسر الثغر بماذا؟ بالفم لأن نفسر الثغر بماذا؟ بالأسنان يعاني عوارض lan الدر Capitol ثم لتقسز على الظواهق أحمر الأسنان إذن لنا أن نفسر الثغر بماذا؟ بعيد الأسنان إذن عوارض يصنعها العوارض إذن winna إذن أن الظواهق بعض من الإثار مع اوارض ذي ظلم والظل هو ماء الأسنان ماء الأسنان وبريقها ويطلق أيضا على رقة الأسنان وعلى بياضها معنى ذلك أن يصف أسنانها بأنها بيض ويصف أسنانها بأنها بيض هذا يدل على نظافتها على عنايتها بنفسها عندما يصف أسنانها بالرقة بالدقة وبماذا؟ وبالبيار هذا الدليل على ماذا؟ على صغر سنها صغيرة أسنانها لما تتشكل إذا هناك ماء على هذه الأسنان هذا الماء كيف هو؟ هو موزج بالخم موزج بالخم مرة؟ لا مرتين مرة بعد أخرى أنهلا وعلا والعلل هو الشرب الثاني والناهل هو الشرب الأول والأصل في ذلك أنهم كانوا يأتون بالإبل لتشرب الإبل فإذا وردت الإبل المورد يبعدون الإبل ثم يأتون بإبل أخرى لتشرب ثم الإبل التي شربت أولا يأتون بها مرة ثانية فالمرة الأولى تسمى نهلا والثانية تسمى عللا إذا علم معلول يعني أشرب مرة ثانية إذا قال الإمام الحريري بأنه يقال معلول إذا أشرب ثانيا ولا يقال معلول إذا كان مريضا وأن المحدثين عندما يقولون حديث معلول هذا خطأ في اللغة خطأ كان علينا أن يقول حديث معلن أو حديث معلن أعله يعني أمرضه فهو معلن أو علله جعله مريضا أما علله يعني أشربه مرة ثانية هذا يقال فيه معلول أما المرض هذا يقال فيه معلن أو المعلن قال بعنا قول المحدثين حديث معلوم خطأ ولكن قالوا ردى للحريري فقيل بأن معلول جائز ولكنه قليل يأتي معلول بمعنى مريض إلا أنه قليل إلا أنه قليل ومن من قال بذلك قد رب ومنهم الجوهر في الصحاه الصحاء للجوهر قال عنه الصيوصي بأنه بمثابة صحيح الغخار عيد النغويين قاموس كبير يسمى الصحاء إذا الموجب الوسيل والصحاء شكرا شكرا شكرا